مرحبا اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي اليوم الفيديو راح نسولف عن اقدر مدينة العاب هذه مدينة الالعاب اصلا فكرتها مو طبيعية الاشياء راح تصير بيها راح تحسون انه ليش من الممكن الشركات يشوفون البشر على انه هما مصدر دخل يشوفون على انه هما دولار يمشي حرفيا ما يشوفون على انه احنا روح من الممكن انه هما يحافظون علينا من افكارهم المخيفة فاذا حابين تعرفون تفاصيل حلقتي اليوم تابع الفيديو للنهاية هل اتوا من محبين مدينة الالعاب او المتنزهات الترفيهية والالعاب الخطرة عن نفسي انا ذكر اخر مرة شاية موجودة بيها بمدينة الالعاب برحلة مدرسية مع صديقاتي وحدة من صديقاتي جبرتني انه انا لعب الفعوانية واني بديت اتشاهد واصرخ وحسنت بخوف مطبيعي فلهذا السبب اليوم راح نسولف عن اكبر متنزه بالمملكة المتحدة منتجة الالتن تاورز هو اكبر متنزه ترفيهي ومنتجة بالمملكة المتحدة انجلترا ويتكون من منتجة احترفيه وملاهي ومنتجة صحي وملعب غولف وفنادق وعدد زوارهم سنويا واحد فاصل ثمانية مليون شخص بالحقيقة هذا المتنزه هو مستوحى من ديزني لاند فكان همهم الوحيد انهم يجمعون الاموال باكبر قدر ممكن وميهمهم اي شي ثاني وبسنة الالفين وتعاش اصحاب المتنزه او المنتجة هذا قرروا انهم حابين يبنون شي جديد ويضيفون شي جديد لمتنزه لحتى يكسبون اموال اكثر ويربحون زوار اكثر سنويا فقرروا انهم يضيفون لعبة الافعوانية او سكة الموت بس هذه اللعبة ارادوها تكون مميزة وقرروا يكسرون الرقم القياسي لأكبر عدد حلقات على الافعوانية يعني الافعوانية بالعادة راح تصعد وتنزل وتصعد لكن بمرحلة ما راح تدور بحلقة من الممكن مرة مرتين لكن هم كانوا حابين هم يكسرون الرقم القياسي بعدد هذه الحلقات اكبر عدد قياسي هي عشر حلقات يعني العرب اللي راح تنزل وتصعد راح تدور عشر مرات فهو هذا اكبر عدد لكن هم قرروا يعملون من يمام اقل شي 12 حلقة والشركة تكلموا مع المصممين وبعد فترة المصممين اعطوا تصميم اولي للافعوانية وكانت تحتوي على 14 حلقة يعني بهذا التصميم راح يكسرون الرقم القياسي بالعالم وتصميم اللعبة صعب مو اي شخص يقدر ينفذ هذا التصميم بالاضافة ان هو يحتاج اموال طائلة فانه الشخص بعد فترة يجي ويكسر رقمهم تقريبا هذا الشيء مستحيل فحبوا ان هم يبنون هذا التصميم الاولي ويعملون 14 حلقة تم انشاء الافعوانية كهيكل ببداية اسسوها من قبل شركة باسم جيرس لاور هذه الشركة متخصصة ببناء الافعوانيات او الافعوانية هذه اللعبة بكل انحاء العالم فبعد ما تم بناء الهيكل قرروا ان هم يختارون مفهوم جديد مفهوم يحمس الناس ان هم يجربون هذه اللعبة بالاضافة الى رسومات وبوسترات والوان فاول شي اختاروه هو اسم اللعبة راح يكون The Smiler ونشروا بوسترات بهذا الشكل بكل مكان بدون اي تعليق حتى على الخرفان رسموا البوستر والناس صارت تسأل شنو الموضوع شنو هذا البوستر شنو هذه الشخصية الضاحكة بصورة مريبة وبعد المتنزه نشروا توضيح انه هذه البوسترات وهذا الشكل الغريب هو الى علاقة بالمتنزه وباللعبة الجديدة The Smiler وكان مفهوم الافعوانية او اللعبة الجديدة هي مكان لغسل الادمغة وتصحيح عقلك لما تدخل راح يتم غسل دماغك ورح تصطر ان انت تضحك بصورة دائمة الموضوع مريب الاعلان مريب الفكرة مريبة بحذ ذاته موسيقى هذا كان اول اعلان نشروه ما لقى اي دخل باللعبة هما ليش نشروا هذا الشي على انه شخص مريض نفسيا وفجأة يبدي يبتسم ما لقى اي دخل وبعد هالاعلان المشهور راح تظهر باللعبة اللعبة بصورة كاملة وكل محتويات اللعبة بالاضافة انهما راح يعنون انه هذه اللعبة راح تتكون من خمس مراحل بوسط هذه اللعبة هيكل معدني عملاق يشبه العنكبوت بهذه الخمس مراحل راح يعرض اشياء مريبة اول وحدة المرحلة الاولى هي السعادة والمرحلة الثانية هي الدغدغة اللي تجبرك انه انت تضحك وبهذه المرحلتين راح يسمعون اصوات ضحك مستمرة خلال لعبهم لهذه اللعبة بالاضافة يشوفون ابتسامات غريبة ومريبة على الشاشات وبالمرحلة الثالثة هذه الشاشات راح تتحول لفلاش فهم ما راح يقدرون يشوفون اي شي بسبب هذه الاضوية اللي راح تخرج من الشاشات والمرحلة الرابعة هي مرحلة القهقه راح يسمعون اصوات ضحك لكن هذه الاصوات راح تكون مختلفة عن المرحلة الاولى والثانية ويتمرشهم بالضباب مع فلاش لكن يتم رشهم بالضباب فما يقدرون يشوفون اي شي امامهم والمرحلة الخامسة هي مرحلة التنويم المغناطيسي اللي راح يعطل وعيك الذاتي بسبب الدوائر طب هذه الدوائر وهذه اصلا فكرة لان الشخصية عيونها هي عبارة عن هذه الدوائر التنويم المغناطيسي وبعدها الركاب لما ينزلون من اللعبة لما اللعبة تكمل وينزلون راح ينزلون بمكان هذا المكان مكتوب به أنت الآن تنتمي لذة سمايلر اللي هي اللعبة وخلال هذه اللعبة أصوات الضحكات المريبة راح تكون مستمرة ركزوا على هذا الشيه وهذه اللعبة كلفت الشركة المسؤولة على المنتجع 18 مليون جنيه استرليني الشركة بالبداية حددوا موعد الافتتاح الناس تحمست عنهم الموعد لكن بكل مرة يعلنون الموعد يكتشفون أخطاء تقنية باللعبة وأخطاء ثانية ويصلحون هذه الأخطاء ويضطرون يأجلون موعد الافتتاح وأجلوا موعد الافتتاح أكثر من مرة بسبب الأخطاء الفنية والتقنية اللي موجودة باللعبة وحتى بيوم الافتتاح كان يوجد عدة أخطاء خلال سنتين تم إيجاد خمس أخطاء بهذه اللعبة وهذه الأخطاء من الممكن يتم اعتبارها على أن هي مخيفة لكن مو مخيفة بدرجة كافية أن هم يغلقون اللعبة بصورة دائمة ومن هذه الأخطاء اللي كانت موجودة باللعبة هي بعض أجزاء اللعبة بدأت تتطير بالهواء بوحدة من المرات خلال ركوب الناس وبوحدة من المرات السكك انفصلت يعني من المفترض أن السكك يكونون مرتبطين ببعضهم لكن انفصلوا عن بعض والمنتجع أو المتنزه دائما يصلحون هذه الأخطاء خلال دقائق وبعدها يفتحون اللعبة مرة ثانية بنفس اليوم فيعني لمدة سنتين من 2013 اللي هو موعد افتتاح حالي غاية سنة 2015 ما صار أي حادث مؤسف كلها حوادث بسيطة حوادث تقنية حتى الناس لما خرجوا من اللعبة ما حسوا بأي شي ما حسوا بهذه الأخطاء الرهيبة اللي من المفترض يغلقون اللعبة بسببها لكن حسوا أنه لا عادي هذه الأخطاء هي مجرد أخطاء بسيطة ما حادث أذى فإحنا بحاجة للأموال لأنهم صرفوا على هذه اللعبة 15 مليون فهم بحاجة لاسترداد هذه الأموال وتحقيق أرباح أكثر وفي الثاني من يونيو سنة 2015 اللعبة اشتهرت بصورة مو طبيعية الناس بدأت تتوجه من مختلف دول العالم لحتى تجرب هذه اللعبة وبهذا اليوم الثاني من يونيو سنة 2015 الطوابير كانت ضخمة بانتظار دورهم لحتى يصعدون هذه اللعبة لكن بهذا اليوم الرياح كانت خطرة وجدا عالية بعض المتنزهات أغلقوا اللعبة الإفعوانية عدهم بسبب خطورة الجو بسبب خطورة الطقص يعني هذه الرياح من الممكنة تسبب حوادث لأن هذه اللعبة راح تمر بهذا الشكل هذه العربة على اللعبة راح تمر الرياح راح تواجهها فمن الممكن أنهم راح يسببون حوادث راح يصير شيء مؤسف فأغلب المتنزهات أغلقوا هذه اللعبة مؤقتا لغاية استقرار الجو لكن منتجع ألتن تاور قرر عدم إغلاق اللعبة The Smiler ألف عوانية على الرغم من سوء الأحوال الجوية لكن قرروا أنه لا إحنا مستحيل نغلق إحنا بحاجة لأموال الساعة الواحدة ظهرا 16 شخص ركبوا عربات اللعبة كلهم جلسوا بأماكنهم وأغلقوا المقاعد ومن المفترض أنه خلال دقيقة اللعبة راح تتحرك بس هذه المرة بدل ما ينتظرون دقيقة واحدة انتظروا 10 دقائق واللعبة ما تحركت حسب الخوف أنه هل يوجد عطل فني شو الموضوع شو اللي قاعد يصير وفجأة واحد من الموظفين اتقرب منهم واتكلم معهم لازم تتركون مقاعدكم اللعبة تحتوي على خطأ فني راح نحاول أنه احنا نصلح اللعبة بأقرب وقت ممكن هل من الممكن تتركون مقاعدكم لدقائق الركاب غادروا اللعبة لمدة 30 دقيقة الموظفين كانوا يحاولون أنهم يحلون هذا الخطأ اللي كان موجود باللعبة وفعلا من المفترض أنهم حلوا الخطأ خلال هذا الوقت الموظفين من المفترض حلوا المشكلة وقرروا إرسال عربات فارغة لفحص اللعبة يعني اختبار تشغيل الموظفين أرسلوا العربة الفارغة ونسوها نسوا أنهم أرسلوا عربة فارغة واتضح أن هذه العربة ما رجعت إلى مكانها المخصص ما أكملت اللعبة وإنما هذه العربة توقفت بوحدة من المسارات ما قدرت أنه هي تفر هذه الحلقات هذه الحلقات الأربعة بالإضافة الخطأ الثاني اللي عملوه الموظفين كان من المفترض ما يرسلون عربة فارغة للفحص كان لازم يرسلون عربة تحتوي على مجسمات ثقيلة تمثل وزن الركاب لحتى يصير الفحص دقيق لكن هما ما كانوا يعرفون هذا الشيء أرسلوا عربة فارغة ونسوها وبما أنهم كانوا ناسيها فقرروا أنهم يستدعون الركاب والركاب جلسوا بالعربة أقفلوا عليهم المقاعد واللعبة تحركت خلال اللعبة عربتهم توقفت لمدة ثمان دقائق وهم بالقمة وفكروا أنه مجرد عطل فني مرة ثانية لكن بالحقيقة اللعبة تحتوي على حساسات إذا كان يوجد أكثر من عربة على نفس المسار فاللعبة رح تتوقف رح تتجمد لكن الموظفين هما أصلا نسوا أنهم أرسلوا عربة فارغة فعني عربتهم كانوا موجودين على نفس المسار رح يلتقون اللعبة حاولت تحذيرهم لكن الموظفين مهتموا وعادوا تشغيل النظام وبهذا الشكل هذه العربة اللي كانت تحتوي 16 شخص تحركت وخلال ثواني العربة اللي تحتوي 16 شخص والعربة الفارغة رح يلتقون لكن رح يلتقون بوحدة من الحلقات فلن رح يكونون بهذا الشكل فلن هذا السبب هما رح ينصدمون لمرة واحدة هما رح ينصدمون لأكثر من مرة وانصدامات كانت جدا قوية وبسبب هذه الصدمات اللي تعرضتله العربتين تقريبا العربتين انجمعوا مع بعض بهذا الشكل بسبب الاصطدام المستمر الركاب اللي كانوا موجودين بالصف الأول هلقت أقدامهم بالعربة الفارغة اللي كانت أمامهم وبالنسبة للركاب البقية بالصفوف البقية فتعرضوا لجروح وإصابات خطرة بس الغريب هو ردة فعل الناس المحيطة بهم الناس كانوا باستطاعتهم ان هما يشوفون الحادث أخرجوا هواتفهم وبدأوا يصورون كل شي ما حاولوا ان هما يساعدون اي شخص ما حاولوا انقاذ اي شخص والركاب كانوا يصرخون كانوا متأذين لكن الناس كانوا ينظروا لهم وصورون بدون ردة فعل نهائيا الموظفين اللي كانوا مسؤولين على هذه اللعبة ما عرفوا ان العربة تعرضت لحادث بعد مرور دقائق عرفوا ان العربة تعرضت لحادث والناس يتألمون يصرخون وبعد عشرين دقيقة من وقوع الحادث اتصلوا على الاسعاف واتصلوا على الطوارئ وبعد هذه العشرين دقيقة ثلاثين دقيقة ثانية لغاية وصول المسعفين فهذول الركاب كانوا لمدة خمسين دقيقة لوحدهم يصرخون ويطلبوا المساعدة وكانوا يتعرضون لعدة استدامات وما حد يساعدهم ولما وصلوا المسعفين حاولوا اخراجهم لمدة اربع ساعات اربع ساعات وهم يحاولون اخراجهم من العربات الشيء مخيف ان الناس اللي تعرضوا لهذا الحادث اللي كانوا موجودين بهذه العربة كانوا يصرخون ويذكرون بهذا الوقت اصوات الضحكات من اللعبة هذه اللعبة كانت تصدر اصوات ضحكات جدا عالية اللي هي كانت جزء من مفهوم اللعبة المريب كانت تضحك وهم كانوا يصرخون ومتألمين هذا الشيء كان اكثر شيء مريب واللي عرضهم لصدمة نفسية بالاضافة الى الصدمة الجسدية اللي تعرضوا لها بالصف الثاني من العربة لان العربة كانت متكونة من اربع صفوف بالصف الثاني ام وبتها الام بعمر خمسين سنة والبنت بعمر ثلاثين سنة البنت تعرضت لكسر بالضلوع وتورم بالرأة والام خضعت لعدة عمليات بالمعدة والكبد بسبب نزيف داخلي وتعرضت لعدة جلطات وبالنسبة للصف الأمامي اللي تعرضوا لعدة اصابات اثنين كانوا بأول موعد الهوم الرجل انكسرت ساقة وتعرض لثقب بالرأة والبنت فقدت وحدة من اقدامها وعملت سبع عمليات قطعوا قدمها وبجهنبهم مراهقين اثنين بعمر 17 سنة و 18 سنة الولد تعرض لكسر بوحدة من اقدامه وتم بتر القدم الثانية وبالنسبة للبنت اللي كانت معاه تعرضت لنزيف وتم انعاشها بالمتنزه كانت راح تموت واضطروا ان هما ينقلوا لهذه داخل المتنزه لحتى تعيش وبصعوبة هي عاشت وستطاعوا امقاذها تم اغلاق المنتجع بسبب هذا الحادث لمدة خمس ايام فقط وتم افتتاحها مرة ثانية بس اللعبة تم غلقها بسبب التحقيق بالحادث وحاولوا ان هما يلومون الشركة اللي صممت اللعبة وبعدها تم التحقيق مع الموظفين وقالوا انهم تعرضوا للضغط من رؤساءهم ومن اصحاب المتنزه حسب كلامهم انهم ما يوافقون على ايقاف اللعبة نهائيا ويقللون من وقت الصيانة قدر الامكان واللعبة لازم تكون شغالة 24 ساعة حتى لو كانت تحتوي على خطأ يحاولون قدر الامكان يحققون ربح سريع من اللعبة بدون توقف ولهذا السبب هم توتروا ونسوا هذه العربة الفارغة على المسار لان كان لازم يشغلون اللعبة باسرع وقت ممكن قبل لا رؤساءهم يلاحظون توقفوا اللعبة ويلوموهم على هذا الشيء فاضطروا انهم يعيدون تشغيل اللعبة بسرعة ونسوا العربة وبعد التحقيق اكتشفوا انه اكو شي غريب المهندسين المسؤولين على اللعبة لصيانتها في حالة الخطأ تم تعينهم قبل فترة قصيرة من الحادث والمتنزه اللي عين المهندسين عينهم بدون تدريب وماعدهم اي علم باي شي يخص اللعبة وما يعرفون اي شي عن التصميم ولا يعرفون اي شي عن دليل عمل اللعبة او الاجهزة والحساسات ما يعرفون اي شي والموظفين العاديين اللي كانوا مسؤولين على تشغيل اللعبة تم تعينهم قبل فترة قصيرة من الحادث وهم بعد ما كانوا يعرفون اي شي عن اللعبة كانوا فقط يشغلوها ويطفؤوها والصيانة ما كانوا يعرفون كيفية صيانة اللعبة بصورة دقيقة كانوا يحاولون انهما يتلافون الاخطاء قدر المستطاع لكن ما يحاولون انهما يلغون هذا الخطأ ويصلحون الخطأ واهم شي انهما ما كانوا يعرفون اي شي عن الامان ولا السلامة ولا اي شي خص حماية الركاب ولا شي فهو هذا الشي اللي كان غريب انه الشركة تستلم ملايين الدولارات سنويا بس عينوا اشخاص ما يعرفون شي نهائيا ورفضوا انهم يدربوهم بالتالي وجودهم راح يكون مثل عدم اذا صار خطأ بالنهاية تم تغريم الشركة 5 مليون جنيه سترليلي واللي يمثل 2% من ارباح هم السنوية ومنتج منتج التن تاورز لغات هذه اللحظة يستقبل ملايين الزوار سنويا ولكل نساء اللي صار بعض الاجانب اللي عايشين بمملكة المتحدة تكلموا عن هذا الموضوع انه من الممكن الشركة كانت تعمل تقوص شيطانية تقوص تضحية بالناس فلهذا السبب هم مهتموا بالرياح بهذا اليوم الرياح اللي كانت جدا قوية الطقص السيئ بالاضافة انهم عينوا اشخاص جديديا ما يعرفون اي شي ولا تم تدريبهم مجرد تم وضعهم بهذا المنصب وخلاص تلقوهم لحتى يساعدهم هذا الشي على عمل حادث هذا مجرد كلام صراحة ما متأكدة من عنده ولا أعرف انه هذا الشي صحة وخطاء شو رأيكم لغاية الان هذه اللعبة مفتوحة لكن باسمه شكل مختلف